يعني احنا بنشوف يعني مقاومة فساد انت مثلا على سبيل المثال لسه عندك رئيس جامعة كبيرة ما أبض عليه من كم يوم دمانهور كان جامعة دمانهور أظل نزال عندك حادثة بتاعت حد يقال انه ابنه حد مهم جدا أبط عليه فاورا والنيابة العامة دي حاجات مش في الفساد مباشرة بس دي حاجات من التي تعطي السقة في الرقابة الإدارية في مصر رقابة تلعب دور في غاية الهمية بتطرد عدد رؤساء الأحياء المهندسين الفساد الإداري عندك النيابة الإدارية عندك شغل كتير للأمانة هل احنا مجتمع ما لايك لا فيه فساد موجود بس مهم جدا يبقى فيه طول الوقت ان انت بتحزبه وبتطرده وبتابعه وده اللي بيديك ثقة ان انت في لحظة معينة هتوصل ان شاء الله ان الأمور تبقى أفضل وبالتالي طالما ان انت عندك قضاء كويس عندك رقابة إدارية عندك جهات القبية بتتابع عندك نيابة إدارية بتحقق حتى فيما تعلق بالموظفين عندك صحافة بتكشف عندك حكومة جادة في ذه وانه بتقدم الناس ما بتستطرش على حد فاسد أو حد ابن فلان ده اللي بيخلي نسبة غسيل الأموال طبعا والجريمة المنظمة انت بتطاردها أول باول فكل ده بيديك ثقة لان ان انت ماشي على طريق الصحيح